صباح الخير مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في موعد نشرة حوال التقس ليوم الخميس 11 من شهر جوليا 2024 مشاهدين الكرام نستهل نشرتنا الجوية لنهاري اليوم بصورة اختنها لكم من هذا المنظر الجميل من بوغني ولاية تيزيوزو أكيد منظر طبيعي يؤكد على جمال أماكن مختلفة في بلادنا الجزائر بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة لنهاري اليوم إن شاء الله بعد ظهيرة يوم الخميس بحول الله دائما حسب آخر النماذج حسب مصلحة الأرصاد الجوية إذن كما نلاحظ على الشاشة أجواء غائمة أجواء غير مستقرة على الولايات السحلية من الناحية الشرقية وحتى على الولايات الداخلية كذلك من الناحية الشرقية أمطار رادية معتبرة محليا على كل من ولاية قسنطينة على جالمة على سقه راسة تبسة كمية الأمطار تتراوح من 5 إلى 10 ميلي متر محليا أما بالنسبة للمناطق السحلية من الناحية الوسطى من الناحية الغربية وحتى على بعض ولايات الهضاب العليا ستكون هناك صحب منتشرة لكن تبقى دون فعالية أجواء مشمسة أجواء مستقرة على جل الولايات الصحراوية للوطن زوابة رملية كذلك راح تكون منتشرة زوابة رملية كذلك راح تكون نشطة كذلك على ولاية عين صالح على كل من أدرار وتين دوف على تمنست وحتى بأقصى الجنوب تحديدا بعين جزام أين تصل سلعة الرياح إلى 60 كم في الساعة فالحيطة والحذر لمستعملية الطرقات لأن هذه الزوابة الرملية بطبيعة الحال تؤدي إلى تطاير الرمال وضعف الرؤية الأفقية عن درجات الحرارة المرتقبة لنهار اليوم إن شاء الله بعد ظاهرة يوم الخميس بحول الله إذن تبقى دائما درجات حرارة مرتفعة خاصة على الولايات الداخلية وحتى على الولايات الجنوبية للوطن بينما تبقى درجات حرارة فصلية على الولايات الساحلية إذن سجل مقياس 30 درجة على الجزائر العاصمة بومرداستيبازا وحتى بنسبة لولاية البليدة نفس المقياس كذلك على ولاية وهران مستغانم أم عسكر تنخفض بمقياس درجة واحدة على ولاية عنابا سكيكدا الطرف وحتى بنسبة لولاية جيجل ترتفع إلى 40 درجة على ولاية البويرة زيوزو المسيلة وحتى بنسبة لولاية المدية ترتفع كذلك إلى 42 درجة مئوية على ولاية الشلف عند دفلة سمسيلت وحتى بنسبة لولاية تيارت من 37 إلى 40 درجة مئوية تتراوح على ولايات الهضاب العليا 44 درجة مئوية نسجلها على ولاية بشارة بن عباس وفي الأخير 49 درجة تحت الظل كأعلى مقياس نسجلها بوسط الصحراء عن صالح بالنسبة للملاحة والصيد البحري نهار اليوم إن شاء الله بعد ظهيرة يوم الخميس بحول الله إذن حالة البحر سيكون مستقر على طول الشريط الساحلي سرعة الرياح تصل إلى 25 كم في الساعة مع اتجاهات الرياح ستكون مختلفة إن شاء الله وذلك على طول الشريط الساحلي نختم نشرتنا مشاهدين الكرام بالمعلومات الفلكية التي تخص الجزائر العاصمة وضوحيها إذن بنسبة لغروب الشمس رح يكون في حدود الساعة 8 مساء و 8 دقائق بحول الله مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية ورقتنا الجوية لنهاري اليوم أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ولمزيد من المعلومات زروا مواقع قناتكم قناة الوطنية تي في متابعة شيقة وفي أمان الله